موسيقى الرئيس سيسي يتابع مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح الأراضي ويوجه بدراسة أي تحديات تواجه المشروع مدبولي يتابع المشروعات السياحية والتنموية بالعالمين الجديدة ويؤكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات روسيا تعلن الانتهاء من تطهير ميناء مدينة ماريوبول الأوكرانية بشكل كامل السادسة مساء في قهراء الرابعة بتوقيت الريمتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي لسيما ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري وزراعة ومع عدد من المسؤولين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وتم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمر عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكة الطرق والكهرباء والاتصالات ومقاننات مياه الري وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المينيا ومنفلوت وتوشكا والمغرة وسيوى والفرفرة والطور كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالمشروعات السياحية والتنموية التي تدر عائدا كبيرة بالنقد الأجنبي وتسهم في توفير فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن أحد المشروعات السياحية بالمنطقة الغربية بمدينة العالمين الجديدة وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية الاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المشروعات المزمعي إقامتها في المنطقة الغربية بما يعمل على حسن إدارتها وبما يضاهي المشروعات العالمية مضيفا أن تنفيذ هذه المشروعات يحول المنطقة الغربية الشمالية إلى وجهة سياحية عالمية وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين وذلك لإحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقارية جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء بحضور وزيري العدل والإسكان لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر تطرق الاجتماع لمراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين تمهيدا لإصدار القرار والذي يعد خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمراجعة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية ثم يتم طرحها للحوار المجتمعي لفتا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة واستعاب مختلف الأراء والملاحظات شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه للمنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبدل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إثقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع كما طالب مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتضار وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهمهم وقام بفرد عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة غادر القهرة اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية القنغو الديمقراطية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الأفريقية الشقيقة ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيضة التي تربط مصر والقنغو الديمقراطية واستمرارا للعلاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والقنغولية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضموطات بلغت أكثر من 386 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 333 طن كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى ضبط 617 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 200 وقضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 76 طن أقماح محلية وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى لمواد البناء تم ضبط أكثر من 13 طن أسمنت وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها وكذلك أيضا جرائم بيع السلع منتهية الصلاحية حيث نجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية نستعرضها في التقرير التالي استمرار للجهود الأمنية المبزولة لمكافحة الجرائم التموينية بشت سورها وأصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها في هذا الإطار بالتنصيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام والتي أصفرت عن ضبط 35 طن أقمح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء بحوزة مالك شونة غلال بالقليوبية ومالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بالمنوفية وضبط 48 طن أقمح محلية تم حجبها عن التوريد بهدف الإتجار بها في السوق السوداء بالشرقية وسوهاج والبحيرة وبورسعيد كما تمكنت الإدارة من ضبط 24 طن دقيق ومقارونة قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط أكثر من 56 طن أرز وسكر غير معلن عن أسعارها قام المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وعلى صعيد التصادي لجراء بيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر نجحت الإدارة في ضبط 31 طن دقيق وزيد طعام وملح طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ونجحت الإدارة في ضبط 90 طن أسمنت تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن مخزنين لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بالإسكندرية وضبط 25 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام مالك محلين ومخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وتمكنت من ضبط أكثر من 26 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر دار على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم ومالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج تمهيدا لترحيها للبيع والتداول بالأسواق وضبط 12 طن ونصف أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة المسؤولين عن محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية التقى وزير الخارجية سامح شكري معنائي برئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المختربين الأردني أيمن الصفضي وذلك على هامش اجتماعات منتدى ديفوس وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي فضلا عن التطرقي لسبل تعزيز تلك العلاقات سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة أو الثلاثية مع العراق الشقيق في إطار ألية التعاون الثلاثي وعلى هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي ديفوس عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاة لقاءات ناتنائية مكثفة مع ممثلي عدد من الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص وذلك في ضوء العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الإقليمية والدولية فالتقت رين المشاة كل من المستشار الفيدرالي السويسري للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث ووزير التعاون الدولي بجمهورية القنغو الديمقراطية والوزير الأول بسنغافورة ووزير السياسات الاجتماعية والأمين العام لمجلس التعاون الخليبي ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية والمدير التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة والاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيجلتس وأحد أبرز الاقتصاديين على مستوى العالم والرئيس الأسبق للبنك الدولي عقد وزير البترول طارق الملة في دايبوس سلسلة من اللقاءات المشتركة مع قيادات منظمات الطاقة الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية وشركات البترول العالمية وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا وأوضح الملة أن اللقاءات التي عقدها في دايبوس تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مصر وكبرش المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن التحضير للقمة العالمية المقبلة للمناخ كوب 27 خلال العام الحالي من أجل الوصول لمخرجات ناجحة من القمة التي ترأسها وتستضيفها مصر وكذلك بحث سبر التعاون في مجال تحول استخدامات الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد وأسواق الطاقة عالميا أعلنت وزارة الدفاع الروسي الانتهاء من تطهير ميناء مدينة تامريوبول الأوكرانية بشكل كامل من الألغام يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الدفاع الروسي سرجيش ويجو قال إن موسكو تعمدت إبطاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا من أجل استماح بإجلاء المدنيين وأكد وزير الدفاع الروسي أن الإعلان عن وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية يهدف لإخراج المدنيين من المناطق المحاصرة مشيرا إلى بطء وطيرة العمليات العسكرية في الشرق لتجنب وقوع إصابات بين السكان المدنيين موسيقى موسيقى أعلنت وزارة الدفاع الروسي تدمير مستودع يحوي كمية كبيرة من الذخيرة الأمريكية والتي وصلت أوكرانيا في منطقة دونسك وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أنه تم استهداف ثلاثة مواقع قيادة فضلا عن 36 منطقات تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وأضاف كوناشينكوف أن الطيران الروسي ضرب ثلاثة مستودعات للذخيرة كما تمكنت المقاتلات الروسية من إسقاط طائرة أوكرانية من تراز ميج 29 بالقرب من مدينة بدونسك فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خمس طائرات مسيرة أوكرانية تدخل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الرابع وتشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا معارك دارية بين الجانبين تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق وبالتزامن مع ذلك تسعى العديد من دول العالم للعب دور الوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة والحد من أثارها السلبية على الاقتصاد العالمي مع دخول العمليات العسكرية في أوكرانيا شهرها الرابع ما زال القتال مستمرا دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة وسط تعثر مساعي المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لوقف القتال واستعادة الاقتصاد العالمي استقراره مرة أخرى منذ اللحظة الأولى لانطلاق العملية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير تشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا معارك دارية بين الجانبين تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق إلا أن محاولات للسيطرة على العاصمة كييف باءت بالفشل بعد أن دمرت البنية التحتية للمدينة ومع استمرار العمليات العسكرية جهة الشرق كثفت القوات الروسية عملياتها العسكرية في إقليم دونباس حيث تسعى لتطويق ثلاث مناطق في الإقليم الذي يشهد تقدما روسيا واسعا وتحشد ذلك الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف والقوات التي كانت تحاصر ماريوبول الساحلية التي باتت تخضع للسيطرة الروسية بعد أسابيع من القتال والحصار للقوات الأوكرانية داخل مجمع أزوفستال للصلب وخلال الأشهر الماضية أسفر القتال بين روسيا وأوكرانيا عن سقوط الألاف من القتلى والجرح والأسرى أيضا في صفوف الطرفين كما تسببت العملية العسكرية في نزوح أكثر من 6 ملايين حتى الآن نحو دول الجوار ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفي أوكرانيا نفسها يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 8 ملايين شخص محاولات عدة سعى إليها الغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة لصد روسيا عن استكمال عملياتها العسكرية في أوكرانيا منها اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية لإضعاف موسكو اقتصاديا لسيما المفروض على تدفق الغاز الروسي لأوروبا وخروج البنك المركزي الروسي من النظام المالي العالمي سوافت بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس وأيضا الرئيس فلاديمير بوتين الدعم الغربي لأوكرانيا لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى مرحلة الدعم العسكري وشامل معدات ثقيلة وأنظمة دفاعات جوية متطورة وصواريخ وأسلحة مضادة للدروع بالإضافة إلى مئات من الطائرات المسيرة لمواجهة التقدم الروسي الواسع في شرق البلاد وبعيدا عن أرض المعركة وجهت العملية العسكرية في أوكرانيا ضربة جديدة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من الأثار السلبية لجائحة كورونا وتداعيتها على المؤشرات الاقتصادية من تراجع لنمو وارتفاع في الأسعار ووصل مستوى التضخم عالميا إلى مستويات قياسية قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا تنشر صواريخ إسكندر الباليستية في بلا روسيا على بعد نحو 50 كيلو مترا من الحدود وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد أشارت في 24 من إبريل الماضي إلى أن روسيا نشرت قادفات الصواريخ إسكندر المتنقلة على بعد 50 كيلو مترا من الحدود الأوكرانية أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتر كوليبا أن العملية العسكرية الروسية في أقليم دونباس هي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأضف كوليبا في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه من السابق لأوانه استنتاج أن أوكرانيا لديها بالفعل كل الأسلحة التي تحتاجها لوقف التقدم الروسي في دونباس مطالبا الشركاء الغربيين بتسريع تسليم الأسلحة والذخيرة خاصة المدفعية بعيدة المدى وناقلة الجنود المدرعة لمواجهة روسيا قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن روسيا تكثف عملياتها في دونباس هذا وتسعى روسيا لمحاصرة الكثير من المدن هناك موضحة أن روسيا حققت نجاحات في بعض المناطق بسبب تركيزها على وحدات المدفعية وكانت وزارة الدفاع الروسية قد لفتت إلى أن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر دمرت المعدات العسكرية التابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر للجيش الأوكراني أعلنت روسيا أنها منعت 154 عضوا في مجلس اللوردات البريطانية من دخول أراضيها وقالت وزارة الخارجية الروسية إن القرار جاء ردا على ما اتخذته حكومة بريطانيا في مارس الماضي بوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الاتحاد الروسي بأكمله مجلس الاتحاد الروسية بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين هاتفيا مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة السبل المحتملة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية ونقش بلينكين وكوليبة الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة عواقب الأزمة الأوكرانية حيث جدد بلينكين التأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العملية الروسية قال رئيس الوزراء المجرية فيكتور أربان إلى أن التوصل إلى اتفاق لفرض حضر نفطي على روسيا غير مرجح إلى حد بعيد في الأيام المقبلة وذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأضاف رئيس الوزراء المجري أنه سيكون من غير المجدي مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد السبعة والعشرين المقررة في الثلاثين والحد والثلاثين مما يلجاري في غياب التوافق شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحا وقال بوتين خلال اجتماع الحكومي حول تطوير قطاع النقل قال إن روسيا ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل منفعة ووجه الرئيس الروسي الحكومة الروسية لتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد في السنوات المقبلة أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين أن هناك عشرين مليون طن من الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا تحاول التفاوض مع روسيا لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل أيضا على إيجاد طرق بديلة لتصدير تلك الحبوب مشيرة إلى أن العملية العسكرية على أوكرانيا شملت استخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا عقوباتنا والشركات التي فرضت عقوبات بنفسها بدأت تستنزف اقتصاد روسيا وبالتالي تستنزف آلة حرب الكراملين الدول الأعضاء تعتني بستة ملايين لاجئ أوكراني وفي الحقيقة هناك ثمانية ملايين نازحة داخل أوكرانيا نفسها وبالتوازي أوكرانيا بحاجة إلى دعم فوري لموازنتها المحافظة على اقتصادها فيما خصف التقاعدات والمرتبات والخدمات الأساسية التي يجب أن توفرها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا باندرلاين أنها تعمل مع مصر لمواجهة تعداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة فيما يخص أمن الغذاء وخلال كلمتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس قالت باندرلاين إن علامات تزايد أزمة نقص الغذاء أصبحت جلية ولذا علينا التحرق بشكل عادل مؤكدة أن المفوضية تعمل مع مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية فيما يخص أمن الغذاء قال المستشار الألماني أولف شولتس إنه من غير المقبول أن تقف بعض الدول إلى جانبي روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب إفريقيا سيرل راما فوزة في بريتوريا أضاف شولتس أنه لا يزال من المهم مناقشة أثار الأزمة الأوكرانية لتأكد من أنها ستنتهي هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في إبريل لتسجل 16.6% شكل ارتفاع فوائد القروض العقرية والأسعار ضغطا على المشتريين للمرة الأولى وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان الأمريكي وقالت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة سجلت 591 ألف وحدة الشهر الماضي مقابل 709 ألف وحدة في شهر مارس قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا في لورو أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتحرك تدريجيا لزيادة أسعار الفائدة جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دايبوس السنسرية رفعت الحكومة السريلانتية أسعار الوقود وعدلت رسوم النقل والخدمة الأخرى وذلك إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقالت وزارة الطاقة السريلانتية أن أسعار البنزين ارتفعت بالنسبة 24% بينما سعدت أسعار المزوت بالنسبة 35% وتعاني البلاد البلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية أعلنت ماليزيا عن تعليق صادرات الدجاج للحد من النقص في سوقها المحلي وارتفاع الأسعار هو إجراء جديد يستهدف حماية المنتجات الغذائية في أسيا وقال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري إن صادرات الدجاج البالغة نحو 3.6 مليون دجاج شهريا ستتوقف اعتبارا من الأول من يونيو المقبل حتى تستقر الأسعار والإمدادات عدلت الحكومة الفلبينية هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نطاق يتروح ما بين 7 و 8% بعد أن كان يتروح ما بين 7 و 9% وذلك لمراعاة المخاطر الخارجية أشارت الحكومة الفلبينية إلى أنها خفضت بشكل طفيف هدف عرز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي من 7.7% معضحة أن هذا الإجراء من بين المراجعات التي أخذت في الاعتبار تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتباطئ الصين السادسة المستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها تحالف كواد يعلن استثمار 50 مليار دولار في آسيا والمحيط الهادئ تعهد المشاركون في تحالف كواد باستثمار 50 مليار دولار على الأقل في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كان قادة قمة التحالف الرباعي المعروف اختصارا باسم كواد قد عقدوا قمتهم بالعاصمة اليابانية توكيو وبحث قادة كل من الولايات المتحدة واليابان والهند والاستراليا أثار الوضع في أوكرانيا على منطقة المحيطين الهندي والهادي وأعرب القادة عن القلق بشأن الوضع المأساوي في أوكرانيا وتم تأكيد على أنه يجب حماية المبادئ الأساسية من بينها حكم القانون والسيادة ووحدة الأراضي في أي مكان وفي كلمته أمام القمة قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتحدى المبادئ المنصوصة عليها في مثاق الأمم المتحدة وشدد كيشيدا على أنه لا يمكن السماح بحدوث نفس الشيء في منطقة المحيطين الهندي والهادي من الواضح أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتحدى المبادئ المنصوصة عليها في ميثاق الأمم المتحدة لا يمكننا أن نسمح بحدوث نفس الشيء في منطقة المحيطين الهندي والهادي وفي ظل هذه الظروف الصعبة نحتاج إلى أن نتحد وأن مظهر التضامن بين البلاد الأربعة من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نظهر التزامنا القوي بالرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة أمام المجتمع الدولي من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة كواد أمامها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به للحفاظ على المنطقة سليمة ومستقرة وخلال قمة المجموعة أعرب بايدن عن تطلعه إلى شراكة حيوية ومزدهرة في المستقبل بين دول قمة كواد أمامنا الكثير من العمل الربعي وحقيقة الأمر هي أنه لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للحفاظ على المنطقة سلمية ومستقرة علينا معالجة هذا الوباء والوباء التالي ومعالجة أزمة المناخ باعتبارها الزميل الجديد وعلينا التأكد من أن تكنولوجيا المستقبل محكومة وفقا لقيمنا في وقت قصير أظهرنا أن الربعية ليست مجرد موضة عابرة نحن نقصد العمل نحن هنا للحصول على الأشياء التي تم إنجازها للمنطقة وأنا فخور بما نبنيه معا وأتطلع إلى شراكتنا الحيوية والازدهار في المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت منظمة الصحة العالمية تسديل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود بالإضافة إلى 106 حالات أخرى مستبه بها منذ الإبلاق يعني الحالة الأولى في السابع من مايو الجاري أضافت المنظمة أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد فإنه يظل قليل للإحتواء وأنه قابل للإحتواء لفتة إلى أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح لحول كيفية التعامل مع المرض أعلنت شركة مودرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أنها تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدر القرد والذي أثار مخاوف عالمية واسعة ولم تقدم شركة مودرنا المزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن اللقاح المحتمل سوى أن الاختبارات تجرى في مرحلة ما قبل التجارب السريرية وتستعد الولايات المتحدة لتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى جدر القرد وتخطط السلطات الأمريكية لزيادة توزيع اللقاحات إلى أقصى حد على أولئك الذين كانوا على اتصال بالمرضى مثل مقدم الرعاية والمخالطين المقربين خاصة أولئك المعرضين لخطر الإصابة بحالة خطيرة من المرض في العراق دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضرورة تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب جاء ذلك خلال استقبال صالح لوفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويزو والوفد المرافق لها وأكد صالح على أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد أعلن مطر السليماني الدولي تعليق رحلاته الجوية مؤقتا بسبب عودة موجات الغبار وتأثيرها على انخفاض الرؤية كان مطر بغداد الدولي قد أعلن أمس عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب العواصل الغربية التي تأثرت بها البلاد طالب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كتكلم بتقديم المزيد من الدعم المالي لخطة تشغيلية منصقة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة خطر حدوث تسرب نفطي كبير من خزان صافر الراسي قبالة السواحل اليمنية وقال لما إن المنظمة تقوم بدعم جهود التخطيط للطوارئ في المنطقة تحسبا لتسرب محتمل من خزان صافر وللحد من الآثار في حال حدوثها وسيمثل تسرب النفط من الناقلة صافر كارثة إنسانية وبيئية تترتب عليها آثار اقتصادية هائلة على قطاع الشحن البحري والملاحة في جميع أنحاء المنطقة نتحول إلى ملف حياة كريمة حيث انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الزعفرانة التباعة لإدارة رأس غارب الصحية بمحافظة البحر الأحمر وذلك ضمن مبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي قال إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لما يقرب من 114 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر نظمت مدرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية القصصين القديمة وتبع لمركز ومدينة التل الكبير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم الكشف على 1500 مواطن في 12 تخصصا طبيا إضافة إلى معمل للطفاليات وآخر للدم كما تضمنت القافلة ندوات تثقيفية صحية للتوعية بأهمية لقاح كورونا وبأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل قامت القافلة هنا في دور التل الكبير لأهالينا لتقديم الخدمة الطبية اليوم عشان خاطر الوحدات والمراكز الطبية خاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والمكان هنا بعيد عن أي خدمات طبية القافلة هنا قائمة لمدة يومين إمبارح والنهاردة كشفنا على ما يقرب من 1500 شخص معايا حوالي 84 أصنف من العلاج والعلاج بالمجان بجانب معمل دم وطفاليات النهاردة القافلة الطبية موجودة النهاردة في الأسطين القديمة والفترة اللي فاتت كانت موجودة في قرية تاني قرية الملاك وإن شاء الله خلال الفترات اللي جاية إن شاء الله هيبقى فيه تغطية لمركز ومدينة التل الكبير بالكامل نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بدميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية مشددا على تحقيق مصر الاقتفاء الذاتي من الأرز وأكد شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الاستجابة لعدد كبير من طلبات المواطنين في القطاع الصحي من خلال التعاون مع وزرتي الصحة والتعليم العالي ورؤساء الجامعات خلال الفترة الماضية وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي قال إن المنظومة تحرص على الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين بالسرعة والجدية المطلوبة وذلك للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها تنفيذ لتوجهات رئيس الوزراء بهذا الشأن خاصة فيما يتعلق منها بالحالات المرضية والجوانب الإنسانية والتي تتطلب التعاون وتنصيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية لسرعة توفير رعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين ولتحقيق أفضل وأسرع استجابات ممكنة وقعت وكالة الفضاء المصرية مع وكالة الفضاء الجنوب الأفريقية بروتوكول تعاون بهدف الاستفادة من الإمكانيات والتجارب السابقة وتبادل القبرات بين البلدين في مجال تكنولوجيا الفضاء وتعد جنوب أفريقيا من أكثر الدول تقدما في هذا المجال يركز البرتوكول على محددات أساسية منها بناء الأقمار الصناعية ومرقبة التغيرات المناخية والحطام الفضائي فضلا عن نشر تكنولوجيا الفضاء في التعليم الجامعي والذي يعد من أهم محاور البرنامج الخاص بوكالة الفضاء المصرية قبل التوقيع كان فيه مباحثات مكسافة بيننا وبين وكالة الفضاء الجنوب الأفريقية عشان نحدد موضوعات التعاون عشان ما يبقاش توقيع ده هو ليس بهدف التوقيع لا هو التوقيع أساسا توقيع ليكون فيه إطار للتعاون فإحنا اتفقنا على ثلاث موضوعات مهمين جدا حيبدأ فيهم التعاون بين وكالة الفضاء المصرية وبين وكالة الفضاء الأفريقية دايما كنا بنسعى نحنا في القرى الأفريقية نعمل تعاونات مع كل الدولة الأفريقية وكانت فرصة حقيقية نحنا نتعاون مع مصر وبقالنا سنين بنتمنى أن نعمل تعاون مع مصر وبالفعل نحنا النهاردة مضينا مزاكرة التفاهم مع وطالة الفضاء المصرية خاصة أن المجال الفضاء حاليا في العالم كله في القرى الأفريقية من أهم المجالات الموجودة وبالتالي نحنا التعاون ده كان نشيء مهم جدا أن نسعى إليه شهدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم افتتاح الدورة الحدية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي ينظمه مركز أبوظبي لللغة العربية يستمر حتى 29 مايو بمشاركة أكثر من ألف عارض من ثمانين دولة وألقت وزيرة الثقافة الكلمة الافتتاحية في أولى الجلسات عن عميد الأدب العربي طه حسين الشخصية المحورية للمعرض حيث قالت أن طه حسين سعى طول حياته إلى أن يكون العلم السبيل الأهم لحياة العقول والنفوس وذلك عبر حياة حافلة استطاع فيها مواجهة كافة التحديات اعتمادا على المعرفة كأساس لبناء وترسيخ وإعلاء قيم الخير والمحبة والسلام أهلا بكم من جديد نظمت لجنة صناع السلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ندوة تحت عنوان المواطنة وذلك بكاتدرائية المرخصية بالعباسية وبمشاركة مجمع البحوث الإسلامية بالأظهر الشريف وتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين والمجلس القومي للمرأة تترق الحضور لمناقشة العديد من المحاور على رأسها دور الدولة المحورية في مناهضة الإرهاب وفي نشر ثقافة المساواة والعدالة والمواطنة والمبادرات الرئاسية والحوار الوطني الذي داعت إليه القيادة السياسية بجانب الحديث عن عدد من القضايا المهمة التي تلعب دورا محوريا في غرس قيم المواطنة ومنها التعليم والثقافة والآن متبعة لأهم الأخبار الاقتصادية في نشرة السادسة إلى زميلة فاطمة خليل أهلا بك فاطمة تفضل أهلا بك نوها أهلا بك إلهام وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة اخطوط يمت فعليات المؤتمر الدولية حول فرص التمويل البديل نحو تمويل المستدام للتنمية وأكد المشاركون في المؤتمر حرصهم الدائم على نهك الشراكة الذي تتبنه مصر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتمويلها مع ومثلي شركات التنمية أكافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقلامية مهم جدا التمويل البديل في مصر وإننا جمعنا هنا النهاردة علشان نتكلم في تمويل التنمية وإنه مهم جدا نجمع كل مؤسسات التمويل مع بعضها عشان نخط مع بعض خطة لتمويل الـ SDGs أو أهداف التنمية المستدامة في مصر بشكل متكامل وبشكل مستدام مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي هو مشروع من أهم مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشروع بيشتغل مع وزارتي بالتعاون مع وزارتين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية بيشتغل على وضع خطة لإصلاح شامل لمنظومة التخطيط ومنظومة المالية في مصر بالتعاون طبعا وتحت رعاية الوزارتين الحقيقة موضوع التنمية المستدامة هو موضوع بيحتل مكانة هامة في فكر الحكومة وفكر السيد الرئيس وبالتالي الحديث عن التنمية المستدامة وتحسين أحوال المواطن المصري وخاصة في مجالات الصحة والتعليم ده حاجة مهمة جدا في مجموعة من المشاريع اللي الدولة ابتدت تركز فيها مثل مشروع حياة كريمة تمويل عصب حياة أي نشاط سواء يستهدف الربح أو تنموي أو زي ما بتدينا نقول تعبير جديد البديل بديل عن أنه فقط يستهدف الربح نعم بنستهدف تحسين البيئة المناخ سميه تمويل الأخضر التنمية المستدامة كل ما هو مبادرات تهدف إلى الارتقاء بحياة الإنسان التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لاستثمار محمد عبدالوهاب مع سفري 24 دولة لبحث التعاون الاستثماري وعرض خطة الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة وإجراءة توفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد للاستثمارات الأجنبية الجديدة أكد رئيس هيئة الاستثمار أهمية هذا اللقاء حيث استحوذ الـ 24 دولة على حصة كبيرة من الناتج العالمي وتضفقات الاستثمار وتجارة حول العالم كما أن هناك أفاق كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتلك الدول ترأست وزيرة التجارة والصناع نبين جامع الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على السوق الأجهزة التقومية ومساعدة الحركة والأطراف الصناعية وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكلفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقومية والتعوضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج علي الجودة وبأسعار مناسبة أشرت الوزيرة إلى أن عمل اللجنة يستهدف كذلك المساهمة في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من دول إعاقة الحركية لمساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع وإلى البرصة المصرية حيث ترجعت المؤشرات بشكل جمعي في ختام التعاملات بدغوط مبيعات المتعاملين للعرب والأجانب ترجع رأس المال السقي بنحو 5 مليارات و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 683 مليار و113 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي أكس 30 عند مستوى 10,514 نقطة وأغلق عند 10,415 نقطة مترجع بنسبة 95 من مئة بالمئة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 عند مستوى 1,843 نقطة وأغلق عند مستوى 1,832 نقطة منخفضاً بنسبة 59 من مئة بالمئة كما فتح مؤشر إي جي أكس 100 عند مستوى 2,775 نقطة ليغلق عند مستوى 2,750 نقطة منخفضاً بنسبة 88 من مئة بالمئة في والستريت فتحت الأسهم الأمريكية أقتل دولات على انتفاض قوي للمؤشرات ترجع مؤشر داو جونز لإنتاج الصناعي بنسبة 21 و22 من مئة بالمئة خلال التعاملات كما ترجع مؤشر ستاندر أنكوز 500 بنسبة 2 و12 من مئة بالمئة وفقد نزدك 43 من مئة بالمئة من قيمته خلال التعاملات وشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لنوها وإلهام نستكمل ما تبقى من السادسة شكراً جزيلاً لك فاطيمة انتهت نشرة السادسة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يتابع مشروعات تنمية الريف المصري باستصلاح الأراضي ويواجه بدراسة أي تحديات تواجه المشروع مدبولي يتابع المشروعات السياحية والتنموية بالعالمين الجديدة ويؤكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات روسيا تعلن الانتهاء من تطهير ميناء مدينة ماريوبور الأوكرانية بشكل كامل وصلنا وإياكم إلى ختم نشرتنا شكراً للمتابعة دمتم في أمانك اشتركوا في القناة